موسيقى زيارتي اليوم حق براند كويتي أنا شخصيا أعشق الكاكاو مالا سوكولا الديكور بجمال طعم الكاكاو اللي هم يقدمونه سبب زيارتي لهذا المشروع أن ديكورا لفت نظري من أول ما فتتحوه العناصر قليلة جدا ولكن واضحة وصريحة وأهم شيء لمنين نصمم أي مشروع يكون تجاري يكون المنتج اللي قاعدين نباع وهو المميز بالمحل هني السوكولا كان فيه معظلة وصعوبة أن يصممون هذا المكان من حيث أنهم يحافظون على الأرضية والسقف المصممين من شركة لاينز يقدروا أنه يخلون هذه الجزئيتين أو العنصرين جزء مهم وماشي متجانس مع التصميم العام محل سوكولا مقسم لأكثر من قسم قسم عرض المنتج وهو الكاكاو وقسم عرض الهدايا بطريقة جميلة جدا بحيث أن الكاكاو يبين وجزء اللي تعتبره صاحبة هذا المكان هو المصنع أو المصنع كانت حبة أنه أي زبون يدخل يشوف المنتجات واضحة وصريحة جدامة بحيث أن التغليف والباكتجين وتجهيز المنتج هذا أنه يطلع للعميل تعالوا معاه يشوفوا بعض عناصر المهمة في هذا التصميم وشلون تقسمت وشلون امتازت وبينت بالطريقة اللي كان مفروض تبين عليها لما تدخلون لمعرض سوكلاء أو محل سوكلاء راح تلاقون الكاكاو معروض بكذا طريقة معروض بطريقة أنه محدود بأدراج ومعروض بمكان جاهز للتذوق ومعروض كأنه ياي من معرض ومعروض بالنهاية طريقة وممكن تأخذونا وتهدونا لأحبابكم فكرة التصميم أن أهم جزئية عرض هي بالنص فتكون إيه محور التصميم وإيه الفوك البوينت اللي إحنا نسميه للتصميم ممكن الواحد يدور حوالي ويشوف الكاكاو بطريقته المعروضة غير على المحلات اللي إحنا دائما معتادين عليها دائما الكاكاو يكون معروض على الحوائط بطريقة كأنها مجوهرات لكن في المحل هذا اختلف طريقة الأرض اختلفت طريقة المواد المستخدمة اعتمد التصميم على ثلاث أو أربع مواد فقط عندنا الخشب الحديد الأسود الرخام والنحاس استخدم بذكاء وبساطة بحيث أن المنتج وهو اللي يبرز مو التصميم موسيقى وكل اللي تابعني يعرف عشقي للكونكريت وأول ما ندخل محل سوكولاء أول شي نشوفها ويرفت نظرنا كاونتر مصنوع من كونكريت المصبوب صب فعلا اللي يفهم بالكونكريت يدري شنو صعوبة صبت القطعة هذي راح تلاحظون شلون نصبت بطريقة صحيحة ونبت